اشتركوا في القناة السلاسينيات اشتهرت باداء ادوار المرأة الغنية المتغطرسة الشخصية قاسية القلب احيانا دخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها انزاك حوالي 13 عاما ووقفت على رقحة الى جانب كبار الفنانين على غرار محي الدين بشترزي ورويشي ومحمد التوري قدمت العديد من الاعمال والادوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالابعة على غرار وتيلو وتيفيون تارتيب خناع الجحيم البنجوان والعشرات من الاعمال المسرحية الكلاسيكية برفقة المرحوم مصطفى كاتب محمد التوري نورية كالسوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري سنة 1985 طلب منها المشاركة في مسلسل المصير تحت إدارة المخرج الكبير جمال فزاز رحمه الله واحتاجت دور الموكل إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية ونجحت في الدور وأحبها الجمهور كثيرا إلى أنها قدمت أعمال أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت اجتماعية أو هزلية في المسرح أو المسلسلات وتقمصت عدة أدوار في مسيرتها الفنية سواء في مسرح أو عبر التلفزيون الجزائري أشهرها دورها في المصير سنة 1989 وكيد الزمن سنة 2001 ابنة صابونجي لم نطلب أي مساعدة ونرفض نشر صورها والتعرض لحياتها الشخصية أعرب رئيس جمعية الألفية الثالثة الفنان سيد علي بن سالم عن أسف من التصريحات والإشاعات التي تم تداولها بخصوص الفنان القدير فريدة صابونجي والتي لا تمت بصلة إلى الواقع الذي تعيشه أيكونة الفن الجزائري خاصة في ظل التكفل التام بها من طرف ابنتها لند وقد صرح الفنان سيد علي بن سالم في اتصاله مع الشروق أنه انتقل شخصيا لبيت الفنان القدير فريدة صابونجي مباشرة عقب الإشاعات التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد لنا أن صحة الفنانة مستقرة مشيرا إلى أنها تعرضت سابقا لجلطة دماغية في سنة 2018 ما ألزمها العزلة والإبعاد عن أضواء خاصة أن سنها تجاوزت تسعين ومصاب بالزهايمر إلى أن وضعها يبقى مستقر ولا يستدعي كل هذه الإشاعات وفي ذات السياق أكد سيد علي بن سالم أن الفنان القدير فريدة صابونجي تحظى برعاية صحية جيدة من طرف ابنتها لند خاصة أنها تشتغل في قطاع الصحة وهو الأمر الذي يسهل عليها مهمة رعاية والدتها كما أنها تستعين بمساعدين في مرافقة المريض ضمان التكفل التام بوالدتها على مدار 24 ساعة كما أكد المتحدث أن ابن فريدة صابونجي قد نفت ما تم تداوله جملة وتفصيلة وأنها تتأسف من هذه التصرفات التي تصدر من أهل الفن كما كذبت ما صرحت به الممثلة فريدة حرحار نقلا عن مصدر قالت أنه موسوق ومطلح وقد أكدت في تصريحاتها أنها لم توجه أي نداء لأن والدتها تحظى بالرعاية الكاملة من العائلة والجيران ولا تحتاج حاليا لأي شيء داعية إلى ضرورة احترام قرار والدتها بالابتعاد عن الأدوار وعدم التعرض لحياتها الشخصية أو تداول صورها وهي مريضة احتراما لمسارها الفن الطويل ومشوارها الحافل الذي لطالما قدمها في صورة المرأة الجزائرية القوية التي حافظت عليها طيلة عقود من الإبداع وقد استغربت ابنة فريدة صبونجي السيدة نيندا من الإشاعات التي تم تداولها مشيرة إلى أن والدتها قد تعرضت كغيرها لوعقة صحية منذ سنوات وأنها تسخر شخصيا على توفير كل ما تحتضي حالتها دون اللجوء إلى طلب المساعدة أو توجيه نداء لأي جهة كانت كما اقتنمت الفرصة لتقديم خالص شكرها للجمهور والفنانين والإعلاميين الذين يسألون عنه والاتصال للإطمئنان على حالتها والدعاء لها بالشفاء العاجل من جهته قدم الممثل والمفرش سيد علي بن سالم تشكراته الخالصة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي لم يتأخر في الاتصال وإبداء استعداده للتكفل ومساعدة الفنان القدير فريدة صبونجي إذا اقتضبت ضرورة للإشارة فإن الفنان القدير والمجاهدة فريدة صبونجي من موليد 18 سبتمبر سنة 1931 دخلت عالم الفن الرابح في سن مبكرة وهي لم تتجاوز 13 عاما حيث شاركت في عدة أعمال بردقة الراحل محيطين باشترزي وغيره من عمالقة الفن في الجزائر حيث تعرفت على زوجها الفنان بو علام رابي الذي توكي سنة 1966 وهو والد ابنتها الوحيدة لاندرابي وتقامل كتشف الفنان في مجال التنسير مقرب من الفنان القدير فريدة صبونجي أن الأخيرة تعاني بصمد وحالتها الاجتماعية والصحية تتطل بالمساعدة العاجلة الفنانة المحبوبة التي أفنك عمرها في العطاء للفن والسينما الجزائرية لم تحصل سوى على حب الشعب الجزائري فقط وأشارت مصادر مقربة منها أنها متواجدة في حالة لا تحسن عليها في بيتها بضواحي العاصمة إسرى مضاعفات صحية بعد إصابتها منذ سنة بوعقة صحية ألزمتها الفراش نظرت لعدم قدرتها على الحركة نتيجة تقدمها في السين الفنانة القديرة صبونجي متواجدة على فراش المرض على حسب قول الممثلة فريدة حرحار ما عندهاش حتى غاش تشتري الحفاظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر